أكد مدبولي أهمية استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ كوب 27 وضرورة إعداد المبادرات التي تعزز من دور مصر في ملف المناخ جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية لمتابعة مستجدات التحضير لمؤتمر المناخ ووجه مدبولي الوزراء المعنيين بسرعة توافق على قائمة المشروعات الوطنية المقترحة استعدادا للترويج لها دوليا مع إلاء الأهمية لمشروعات الهيدروجين الأخضر وإنتاج الأمونيا الخضراء كما تم استعرض تطورات التعاون في مجال صناعة المركبات الكهربائية ومشروعات إنتاج الأمونيا الخضراء ومشروعات النقل الأخضر المستدامة بما في ذلك القطار الكهربائي الخفيف ترجمة نانسي قنقر